بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيخ الإسلام الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه تواضعه صلى الله عليه وسلم واختياره أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا إن من أعظم ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لما خيره الله تعالى بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا اختار العبدية تواضعا لله تعالى روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل عليه السلام على الصفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفزعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله القيامة أن تقوم فقال جبريل لا ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك فأتى إسرافيل فقال إن الله تعالى سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض وأمرني أن أعرض عليك أن أسير معك جبالة هامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا فأومأ إليه جبريل أن تواضع فقال صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا بل نبيا عبدا بل نبيا عبدا كذا في ترغيب منذري وقال رواه البيهقي في الزهد وغيره قال ورواه ابن حبان في صحيحيه مختصرا من حديث أبي هريرة ولفظه أنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال له جبريل هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسولا فقال له جبريل تواضع لربك يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل عبدا رسولا كذا في الترغيب والحمد لله رب العالمين